بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ العلل والأسباب التي تسير حياة الإنسان نوعان النوع الأول هناك علل وأسباب بيد الإنسان بحيث أن الله عز وجل طلب من الإنسان أن يهيئ تلك الأسباب ليصل إلى النتائج وبدون تهيئة تلك الأسباب فإن النتائج لا تحصل هذه الأسباب هي أسباب بيد الإنسان وهناك قسم آخر من الأسباب وهي الأسباب التي خارج عن إرادة الإنسان ولا تنالها قدرة الإنسان بحيث أن الإنسان لا يتمكن من الوصول إلى تلك الأسباب أما بالنسبة إلى القسم الأول وهي الأسباب التي بيد الإنسان فإن الله عز وجل يريد من الإنسان أن يهيئ تلك الأسباب وأي إنسان لو هيئ تلك الأسباب فإنه يصل إلى المسببات وإلى النتائج المرجوة مثلا في طلب الرزق الله عز وجل في القرآن الكريم يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الرزق لو لم يطلب ذلك الرزق يعني إذا إنسان جلس في داره ولم يعمل وهو يتوقع الوصول إلى النتيجة تحصيل المال مثلا فإن هذا الإنسان لا يحصل على تلك النتيجة لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل أسباب وطلب من الإنسان أن يسير في تلك الأسباب ليصل إلى النتائج المرجوة مثال آخر الله عز وجل في القرآن الكريم يقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم إذا الإنسان حتى إذا كان مؤمنا ولكنه لم يهيئ أسباب القوة فإن هذا الإنسان من الطبيعي أن لا يصل إلى النتيجة ومن الطبيعي أن العدو حتى إذا كان هذا العدو لا يعترف بالله عز وجل ولا برسله ولا بكتبه يتغلب على هذا الإنسان المؤمن الذي لم يهيئ أسباب القوة سواء أسباب القوة المادية أو المعنوية العسكرية أو الفكرية أو ما إلى ذلك فهذه الأسباب هي الأسباب التي ينبغي على الإنسان أن يهيئها وإذا الإنسان لم يهيئ هذه الأسباب فإن الدعاء للوصول إلى النتيجة يكون غير مستجاب لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول له لقد وضعنا لك الأسباب فلماذا لم تمتثل أمر الله عز وجل بالسير في تلك الأسباب للوصول إلى النتيجة وكما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الداعي بلا عمل كرامي بلا وتر القوس إذا لم يكن فيه الوتر هذا الحبل الذي يوضع فيه السهم ويرمى من القوس الحبل الذي لا يوجد فيه هذا الحبل لا يمكن أن يرمي الإنسان بهذا القوس سهما ولا يصل هذا السهم إلى النتيجة المرجوة الإنسان إذا دعا بدون أن يكون عاملا فإنه لا يصل إلى النتيجة والدعاء لا يكون مستجابا لماذا؟ لأن من أسباب استجابة الدعاء العمل في الأسباب التي هي بيد الإنسان وباختيار الإنسان هذا القسم الأول وهو ما جعل سببه بيد الإنسان وطلب من الإنسان أن يهيئ ذلك السبب القسم الثاني أسباب وعلل خارج عن قدرة الإنسان وعن إرادته لأن الوصول إلى النتيجة كما فيها أسباب ظاهرية بيد الإنسان فهناك أسباب غير ظاهرية أو إذا نريد أن نعبر عنها تعبيرا آخر نقول أسباب غيبية هذه الأسباب التي هي خارجة عن قدرة الإنسان لا يطلب من الإنسان تهيئة تلك الأسباب لأن طلب غير المقدور يستحيل لا يطلب الله عز وجل من الإنسان إلا ما يقدر عليه وأما الشيء الذي لا يقدر عليه الإنسان فإن الله عز وجل لا يطلب من الإنسان ذلك الشيء لأنه تحميل ما لا يمكن هذا قبيح والله عز وجل منزه عن النقائص والقبائح فهذه الأسباب التي هي ليست في قدرة الإنسان هذه الأسباب يهيئها الله عز وجل ولكن الله عز وجل يهيئ هذه الأسباب بشروط ولا يهيئها عبثا وبدون تلك الشروط إذا أردنا أن نمثل مثالا لتوضيح هذه الفكرة نقول يمكن الإنسان يريد أن يسافر من بلد إلى بلدة أخرى وهذا الإنسان الذي يريد أن يسافر من بلد إلى بلدة أخرى يمكن لهذا الإنسان الشيء الذي عليه يهيئه يهيئ سيارة صالحة وهذه السيارة يملأها بالوقود ولا يوجد في هذه السيارة أي نقص والسائق سائق ماهر يراعي قوانين المرور فهذا الإنسان هيئ كل ما كان يمكن عليه أن يهيئه من الأسباب للوصول سالما ولكن هل في قدرة هذا الإنسان وفي اختياره أن يضمن أن السيارات التي تأتي من الأمام هذه السيارات تكون سيارات صالحة أو يكون السائق سائقا ماهرا أو هذا السائق لا يغفو بحيث أنه تنحرف هذه السيارة عن مسيرها وتصطدم بسيارة هذا الإنسان كيف يضمن هذا الإنسان الأول يضمن كيف هذه السيارات التي تأتي من الأمام أن لا تصطدم به لا يمكن له أن يضمن ذلك في كثير من الأحيان نسمع أنه تحدث حوادث سير وأحد السائقين ليس مقصرا وإنما السائق الثاني هو المقصر لأنه لم يراعي قانونا من قوانين المرور ولماذا فلماذا السائق الأول صارت له حادثة واصطدم بهذه السيارة مع أنه قد راعى كل قوانين المرور لأن هناك سبب آخر خارج عن اختيار السائق الأول لم يتهيأ هذا السبب فحدثت الحادثة الأسباب غير الاختيارية هي الأسباب التي يهيئها الله عز وجل للإنسان لكي يصل إلى النتيجة فكيف نحصل على هذه الأسباب لكي نصل إلى نتائجنا المرجوة ونبتعد عن الأخطار هنا الله عز وجل من لطفه لنا يبين لنا كيفية الوصول إلى هذه الأسباب غير الاختيارية أول شيء من هذه الأمور ومن الشرائط هو التوكل على الله عز وجل الإنسان إذا توكل على الله عز وجل فالله عز وجل يكون حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني الله عز وجل يكفيه من المهمات ليس معنى هذه الآية الشريفة التواكل بمعنى أن لا يعمل الإنسان ما أمر به وينتظر النتيجة المرجوة لا وإنما معناها أن على الإنسان أن يعمل فيما يستطيع وفيما لا يستطيع يكله إلى الله عز وجل إذا الله عز وجل رأى أن هذا العبد عبد عمل بما عليه ثم توكل على الله عز وجل الله عز وجل الأسباب غير الاختيارية يهيئها لهذا الإنسان نحن إذا لاحظنا تاريخ الرسول صلى الله عليه وآله وسيرة رسول الله ومن كانوا معه نجد مثلا في غزوة بدر الله عز وجل أرسل آلاف من الملائكة ليكونوا بشرى للمؤمنين ولينصروا المؤمنين ولكن في يوم أحد في غزوة أحد الله عز وجل لم يرسل الملائكة وانهزم المسلمون لماذا؟ لماذا في يوم بدر الله عز وجل أرسل الملائكة ليبشروا المؤمنين ولينصروهم ولكن في يوم أحد لم يرسل الملائكة وانهزم المسلمون الجواب على ذلك أن الله عز وجل لما رأى المسلمين في يوم بادر عملوا بكل ما أراده منهم الخطة التي رسمها الرسول صلى الله عليه وآله لم يخالفوها وإنما أدوا ما عليهم من عمل فالله عز وجل الأمور التي كانت خارج عن اختيارهم أرسل لهم الملائكة لينصروهم ولكن في يوم أحد بعض المسلمين لم يؤدوا ما عليهم الرسول صلى الله عليه وآله وضع جمع من المسلمين ويروى أنهم كانوا خمسين رجلا على الثغر بحيث أن هؤلاء قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله إن انتصرنا أو هزمنا لا تتحركوا من هذا الموقع كانوا خمسين شخصا من الرمات وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله ابقوا في هذا المكان وحافظوا على هذا الثغر سواء انتصرنا أو لم ننتصر أو انهزمنا في الجولة الأولى من المعركة في يوم أحد المسلمون انتصروا وهزم المشركون انهزموا هؤلاء الخمسون الذين كانوا على هذا الثغر أكثرهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وتركوا الثغر وذهبوا لجمع الغنائم فاستغل المشركون هذه الثغرة وهجموا من تلك المنطقة من خلف جبل الرمات وصارت الكارثة في يوم أحد التي قتل فيها الكثير من المسلمين وعلى رأسهم حمزة سيد الشهداء في يوم أحد رضوان الله تعالى عليه لماذا في هذا اليوم الله عز وجل لم يرسل الملائكة لينصروا المسلمين الجواب لأن المسلمين لأن بعضا من المسلمين لم يؤدوا ما عليهم فلما لم يؤدوا ما عليهم هم هيئوا أسباب الإنهزام والهزيمة فالله عز وجل ما أرسل الملائكة لأنهم لم يؤدوا ما عليهم لكن في يوم بدر أدوا ما عليهم فالله عز وجل أرسل عليهم الملائكة للتبشير وللناصر فإذا الإنسان لم يؤدي ما عليه من العبث ومن غير الصحيح أن ينتظر أن الله عز وجل ينصره ولكن إذا الإنسان أدى ما عليه فإن الله عز وجل يهيئ له الأسباب التي كانت خارجة عن اختياره وكما يقول إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن تنصر الله ينصركم بأي معنى إن تنصر الله يعني أن تنفذوا ما أراده الله عز وجل منكم الأسباب التي جعلها الله عز وجل بيديكم إذا نفذتموها فإن الله عز وجل الأسباب الأخرى التي هي خارجة عن اختياركم وعن إرادتكم الله عز وجل يهيئها لكم لتنتصروا مثال آخر في يوم الأحزاب الرسول صلى الله عليه وآله لما رأى أن المسلمين لا طاقة لهم بمقابلة المشركين لأن المشركين كانوا أعداد كبيرة والمسلمون عددهم قليل في هذا الوقت الرسول صلى الله عليه وآله أمر المسلمين بحفر خندق فحفروا خندقا وجدوا في هذا الأمر واشتهدوا في هذا الأمر ونفذوا جميع ما أراده الرسول صلى الله عليه وآله منهم في هذا الوقت في نهاية هذه الغزوة الله عز وجل أرسل ريحا وهذه الريح كانت بجهة المشركين بحيث أنه هذه الريح خربت كثيرا من مخططات المشركين فانهزموا هذه الريح الله عز وجل أرسلها لنصرة المسلمين ولكن بعد أن نفذ المسلمون جميع ما أراده رسول الله صلى الله عليه وآله منهم إذا في أمر الدنيا الأمر يكون كذلك أن الإنسان إذا أدى ما عليه فإن الله عز وجل الأسباب غير الاختيارية يكملها لهذا الإنسان كذلك في أمور الآخرة الإنسان ينبغي أن لا يتوقع أن يصل إلى الجنة وإلى الدرجات الرفيعة في الجنة إلا إذا أدى ما عليه فحينئذ الله عز وجل يتفضل على هذا الإنسان فيما لا يقدر ينقل أن سيدا كان له عبد في يوم من الأيام قبل صلاة الصبح العبد أيقظ مولاه وقال له يا سيدي لقد اقترب وقت صلاة الصبح فقم للصلاة وتهيئ فقال له السيد أن الوقت لم يحن الآن ونحن إذا تأخرت صلاتنا عن أول الوقت فلا بأس بذلك وإن الله عز وجل هو أرحم الراحمين فلما ارتفع الفجر وضاءت السماء أيقظه العبد مرة أخرى فقال السيد لا يجب الصلاة إلا قبل أن تنقضي الوقت ولنا من انقضاء الوقت نصف ساعة مثلا والله عز وجل أرحم الراحمين فلما أيقظ العبد سيده قبل طلوع الشمس بلحظات ليصلي السيد قال إذا قضيت صلاتنا في يوم من الأيام فلا بأس نقضيها في وقت آخر والله عز وجل أرحم الراحمين وبقي نائما إلى أن طلعت الشمس فلما حان وقت الصباح أعطى لعبده مجموعة من البذور لكي يزرع الحنطة فذهب العبد وبدل أن يزرع الحنطة زرع دخنا فلما سأله السيد لماذا لم تزرع الحنطة قال إني زرعت الدخن والله عز وجل أرحم الراحمين فلعله في يوم الحصات الله عز وجل بقدرته يحول هذا الدخن إلى حنطة فقال السيد هذا لا يمكن الله عز وجل قال إذا زرعت الدخن ينتج دخنا وإذا زرعت حنطة ينتج حنطة فقال له العبد إذا كان هذا في أمر الدنيا وهي أهون الله عز وجل جعل لكل شيء سببا ففي أمر الآخرة أيضا الله عز وجل جعل لكل شيء سببا الله عز وجل جعل الجنة وجعل سبب الجنة عن طريق طاعته وإذا أنت لم تطع الله عز وجل بكلمة إن الله عز وجل أرحم الراحمين لا تصل إلى النتيجة لا شك إن الله عز وجل هو أرحم الراحمين ولكن جعل لكل شيء سببا فعلى الإنسان أن يتوكل على الله عز وجل لا أن يتواكل التواكل معناه أن يترك الإنسان الأسباب التي هي باختياره وبقدرته فلا يصل إلى النتيجة وهذا من الصفات من رذائل الأخلاق التواكل ولكن التوكل معناه أن الإنسان يعمل ما عليه ثم الأمور التي لا يتمكن عليها يكلها إلى الله عز وجل وهذا أمر من فضائل الأخلاق نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر